قال عضو مجلس محافظة ديالا قاسم المعموري في تصريح خاص لبرنامج الثامنة أن تمرير محمد قتيبة لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة قانوني متهم نيه باختلاس المليارات تحت ذريعة تنفيذ المشاريع في المحافظة بالقانون السادة محمد قتيبة مر قانونا ما عندنا مشكلة الخلال وين أول شيء هم يقولون أنت ما لك حق أنه أنت تجي شكل لجنة في مجلس محافظة للطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين أنت حضرتك هم الأخوة الشركاء يعني جنابك يعني ما لك الحق يقولون نعم يقول لك هناك لجنة قانونية المهم قضية يابا إحنا عندنا موضوع السمعة السمعة موجودة مهمة جدا في موضوع المرشح رئيس المجلس هو دوره هذا أستاذ القاسم يعني بعد رئيس المجلس بعض الأعضاء ليش هذا الاحتكار من حضرتك لا إحنا مشكلة لجنة مشكلة بس إذا أسمح لي أخي تقدموا المرشحون وتقدموا وصاروا 15 والأخت ست إيمان تقول أنت استلمت السيفيات والفايلات أنا لم أرى فايلات بصراحة كان هناك قسم قانوني عندنا مجلس المحافظة وهم يجمعون ففهمنا أنه غدا تصويت على النائب المحافظ في جدول العمل مفاجأ نعم بعدين أنا أسألت الدكتور أنت لم أجدنا رسالة بعدين أجدنا الرسالة وهي المغرب بالليل بدينا نناقش هذا الموضوع وعدنا أكثر من مرة على الفضائيات ما وصلنا النتيجة بصراحة الجميع محاصلين تصويت يعني اللي فهمت أكو إجماع على هذه الشخصية آني محتكة بهذه الشخصية شرحت ووضحت والأسباب وما هو وما السبب لذلك شفت إصرار فأني بعد ما عندي قضية أنه أحتج لأنه الطريقة الدمقراطية التي مرر بها محمد قتابي هي طريقة بك غير صحيحة